الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد أهلاً وصالحاً بحضرتكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد ما زالت أخبار امتحانات الثانوية العامة بتشغل بال واهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور اللي بينتظروا انطلاق مارثون الامتحانات بحالة من القلق وطبعاً هناك أسئلة كثيرة خاصة بالامتحانات كانت بتدور في أذهان الطلاب وأولياء الأمور واستطاع وزير التربية والتعليم أنه يوضحها ويرد عليها في تصرحاته وده اللي هنعرض لحضرتكم دلوقتي تابعونا من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ابتداء من يوم 20 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 من يونيو المواد الأساسية وطبع وزير التربية والتعليم أن يوضح بعض النقاط الهامة والأساسية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والأجاب من خلالها على تساؤلات كثيرة كانت محل شك من الطلاب وأولياء الأمور وكانت بتسبب في حالة من القلق لهم وأول النقاط التي وضحها وزير التربية والتعليم هي أن الامتحانات لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس كما أنها ستعقد بنظام الأوبن بوك وأيضا أعادت وزارة التربية والتعليم مجلدات مفاهيم لاستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحانات وأتحت الوزارة هذه المجلدات رقميا على موقعها وسوف تطبق الوزارة مجلدات المفاهيم وتقوم بتوزيعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا لتخصصه ولا يجوز الكتاب على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا وتعود مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلى مدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية وأوضح سيادة الوزير أن امتحان الجلوجيا سنعقد لطلاب الثانوية العامة بلغتين الإنجليزية والعربية كما عادت الوزارة لطلاب الثانوية العامة ملازم إضافية للغات الأسبانية الألمانية الإيطالية الصينية وأيضاً أهم جداً أننا نعرف أن الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة وأن امتحانات المواد غير المضافة للمجموعة ستعقد في نفس لجان الامتحانات المواد الأساسية أيضاً أكد وزير التربية والتعليم أنه تم إتاحة أرقام الجنوس على موقع الوزارة وجاري توزيعها على طلاب بالمدارس وستعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام البابلشيت بأسئلة اختيار من متعدد ولا تشمل امتحانات أي أسئلة مقالية ولا يجوز الصحاب الكتاب المدرسي أو التابل الداخل لجان امتحانات الثانوية العامة وتبقى مجلدات مفاهيم الامتحانات في نهاية لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان ومهم جداً أن الطلاب تعرف أنه يجب على الطالب كتابة رقم جنوسه من اليسار اليمين ويترك المربع الأيمن فارغاً أيضاً أعلنت الوزارة أنه يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً وبيحتوي كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من 2 إلى 3 ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات أيضاً سيكون في مسؤولون من الصحة متواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا أيضاً وزير التربية والتعليم وضح في تصريحاته بعد الإرشادات الهامة التي ستفيد طلاب في حل البابلشيت في امتحانات الثانوية العامة ونصح في البداية بضرورة قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية واستبدال ورقة الإجابة إذا كانت تالفة والقيام بملء البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح وعند اختيار الإجابة الصحيحة فيجب تضليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار وتأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة وتأكد من الكتابة بالقلم الجافة الأزرقة أيضاً لا يجوز استخدام مزيل الكوركتور في حالة الكتابة إذا أردت تغيير إجابتك قم بوضع علامة خطأ على الدائرة ثم ضلل الدائرة الأخرى وإذا تم الشاطب بأي طريقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة مع العلم أنه لا يصح اختيار أكثر من الإجابة واحدة وهذه كانت أبرز أهم تصريحات بشأن امتحانات الثانوية العامة ونتمنى التوفيق والنجاح لكل طلابنا ولمزيد من الأخبار تابعونا شكراً لكم وإلى اللقاء